السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول معي. كان في مباراة غاية في اه الدوري المصري. وهي مباراة سموحة والاسماعيلي. لان المباراة دي كانت اه بالنسبة النادي الاسماعيلي هي مباراة عنق الزجاجة. لها بديل عن الفوز للهروب من منطقة الهروب اه او دائرة الهبود في الدوري الممتز. اه المباراة دي في الجولة اتنين وعشرين من الدوري المصري اه اقيمت على استاد الاسكندرية وانتهت بفوز الاسماعيلي تلاتة واحد على نادي سموحة. يمكن الاسماعيلي خلص المباراة في عشرين ديئة. يعني كل الاهداف جد في الشروط الاول. هنبتدي بتشكيل سموحة. اه سموحة ابتدى اللقاء اه اه في حراس المرمى الهاني سليمان. خط الظهر مقاوم من محمد مغربي وبركات حجاك واحمد حكم واحمد جمال. اه لعب تلاتة في نص المرعب محمد عصام ومحمود حليمو ومالك بعيو. اه اه اتنين تحت رأس الحربة محمد سعيد ومصطفى سعد ميسي وحسام حسن رأس حربة صريح. اه اما النادي الاسماعيلي فابتدى اه المباراة بتشكيل من محمد كوكو في حراسة المرمى. اه خط الظهر مكاوم من اه محمد دسوقي ومحمد هاشم وباهر محمدي وعصام صوري. ولعب اه تلاتة فيه نص الملعب محمد حسن وسيرجيو اكا وكريم الدي. واتنين تحت رأس الحربة احمد مدبولي ومحمد الشامي ورأس الحربة الصريح عبدالرحمن مد. اه ابتدى المباراة عكس المتوقع وهو ضغط من نادي الاسماعيلي بيلعب خارج ارضه ولكن اه كان فيه جمهور من نادي الاسماعيلي زحف آآ آآ وراء آآ نادي الاسماعيلي او وراء فرقته آآ من الاسماعيلية الى الاسكندرية وهي آآ كان يمكن صوته مسموع قوي في آآ الاستاذ. اه ابتدى المباراة بضغط زي ما احنا منقول من نادي الاسماعيلي ففي الديئة عشرين آآ استلم الكورة محمد الشامي كورة من ناحية الشمال آآ توغل بها ودخل جوه منطقة الجزاء وآآ آآ رفع عينه كده وبص آآ آآ لقى مدبولي بيتحرك له احمد مدبولي آآ راح لعباله على آآ الايم القريب وحطها آآ احمد مدبولي ببطن رجله محرزا الهدف الاول آآ لنادي الاسماعيلي في الديئة عشرين. آآ ثم في الديئة آآ تمانية وتلاتين آآ كورة غريبة جدا آآ كورة رجع من محمد جمال ليه? الهاني سليمان آآ آآ يعني زي ما نقول كده ايه? جاية له مفخخة. كورة مش جاية آآ آآ عادية لا جاية مدهاله كده قريبة من آآ آآ خط المرمى. آآ راح آآ هاني سليمان لحقها ولعبها بطريقة غريبة جدا بالعرض داخل منطقة الجزاء على شماله. ليه آآ احمد جمال اللي يضغط عليه عبدالرحمن مجدي ويغلطه ويحطها بشماله في المرمى الخالي محرزا الهدف التاني للنادي الاسماعيلي. ثم الهدف التالت آآ كورة من آآ باهر محمدي عمل آآ يدرس لآآ آآ عبدالرحمن آآ مجدي اللي آآ ينفرد بآآ الحارس ويحطها من آآ تحت ايد الهاني سليمان محرزا الهدف التالت للنادي الاسماعيلي اللي يتقدم النادي الاسماعيلي تلاتة صفر آآ في عشرين دقيقة من دقيقة عشرين لديقة اربعين. وسرعان بعد سنتارة آآ نادي الاسموحة آآ للهدف التالت قدر انه في كرة عرضية من ناحية الشمالة عملت له حسام حسن آآ على حدود منطقة الجزاء آآ يريحها كده ليه آآ مالك بعيو اللي يطلق آآ قذيفة آآ فيرست تايم آآ على يمين آآ محمد كوكو محرزا الهدف الاول لنادي سموحة لينتهي الشوت الاول بنتيجة آآ تلاتة واحد ولا جديد في الشوت التاني آآ فضل سجال وقدر النادي الاسماعيلي يحافظ على ناتيجة المباراة حاول طبعا كتير النادي سموحة انه آآ يحاول يحرز هدف تاني آآ يجره الى التعادل ولكن النادي الاسماعيلي كان مقفل صح وقدر انه يخرج بالمباراة الى بر الامان ويفوز على آآ نادي سموحة في مباراة غاية في الاهمية تلاتة واحد آآ بعد المباراة ديت آآ كده ارتفع رصيد آآ نادي آآ الاسماعيلي الى النقطة تسعتاشر في المركز الخمستاشر آآ وده طبعا بعد سلسلة من التعادلات يمكن الاسماعيلي مر باربع تعادلات قبل هذا اللي كل. آآ ويتجمد رصيد نادي سموحة آآ عند سبعة وعشرين نقطة في المركز التاسع. عندنا في آآ مباراتين آآ اتلعبوا برضو آآ في نفس التوقيت. عندنا آآ مباراة امبي والبنك الاهلي وقدر انه يفوز على البنك الاهلي في مفاجأة مدوية. آآ يمكن الفرقتين اللي آآ كسبوا الزمالك. آآ سواء في الدوري المصري او آآ بنك الاهلي في كأس الرابطة. كان لو بيلعبوا بعض يعني. قدر نادي انه يفوز على بنك الاهلي اتنين واحد. آآ ونادي سيراميكا كلوباترا آآ اتعادل مع نادي المقاولين بدون اهدف. طبعا آآ اتعادل آآ نادي آآ 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 اسف قصد يفوز نادي امبي على آآ نادي البنك الاهلي دوت آآ خدم كتير النادي الاسماعيلي. لان طبعا آآ النادي الاسماعيلي آآ ارتفع رصيده الى آآ قلنا نقطة تسعتاشر في مركز الخمستاشر. آآ ولكن بعد فوز آآ انبي آآ طبعا انبي رفع رصيده الى آآ تلاتة وعشرين نقطة. آآ في مركز التلاتتاشر. آآ عندنا آآ نادي البنك الاهلي توقف رصيده عند سبعتاشر نقطة آآ في المركز الستاشر. يعني تحت النادي الاسماعيلي وكمان هو لعب مبارزية ده. يعني نادي الاسماعيلي لاعب واحد وعشرين مباراة آآ نادي امبي لاعب اتنين وعشرين مباراة. فبالتالي آآ فوز امبي على البنك الاهلي وفوز آآ الاسماعيلي على سموحة خدم النادي الاسماعيلي آآ في تحسين مركزه وابتعاده آآ نوعا ما عن منطقة الهبوط. آآ عندنا آآ خبر آآ نتنقل الى موضوعات اخر وهو خبر مهم جدا وهو تقديم شكوى من آآ نادي آآ الجيش الملكي ونادي بيرميدز ضد نادي فيوتشر. وده لاشراق نادي آآ فيوتشر آآ آآ لعابه احمد رفعت آآ امام آآ نادي اسكو ديكارا في آآ آآ كأس آآ رفعت لعب مع نادي فيوتشر في الدور التمهيدي آآ 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 كأس آآ بطولة كونفيدرالية. آآ وبعدها انتقل على سبيل الاعارة الى الوحدة الاماراتي. ثم آآ رجع من الاعارة في شهر واحد. فبالتالي وليعب بعدها. فبالتالي آآ نادي آآ الجيش الملكي ونادي بيرميدز طبعا آآ آآ تقدمه بشكوى بسبب آآ اشراق اللاعب آآ آآ نتيجة ان هو لعب الدور التمهيدي والدور الدور المجموعات. ولكن كان رد الاتحاد الافريقي ان موقف آآ احمد رفعت سليم مية في المية واشراق نادي فيوتشر لي سليم مية في المية بسبب انه آآ آآ لما راح على سبيب الاعارة آآ الى نادي الواحدة الاماراتي رجع آآ 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 يوم آآ سبعة وعشرين آآ واحد واستلم نادي فيوتشر البطاقة الدولية يوم سبعة وعشرين واحد وتم قيده آآ محليا وافريقيا يوم واحد تلاتين آآ واحد قبل اغلاق باب القيد. يعني معنى كده ان القيد بتاعه ما كانش ممتد لا. هو لما آآ سافر آآ راحل لوحدة الاماراتي ورجع آآ النادي لوحدة الاماراتي آآ بعت آآ البطاقة الدولية فاصبح يعتبر لاعب جديد في نادي فيوتشر مش آآ آآ امتداد للفترة الاولى آآ او فترة لاعب الاولى مع نادي فيوتشر. وبالتالي موقف اللاعب آآ سليم مية في مية ويحق له لعب مع فيوتشر. طبعا آآ 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 الشكوى دي كانت شكوى سنائية من الفرقتين لان طبعا آآ موقف آآ آآ بقى صعب جدا. لازم آآ المباركة قادمة مع نادي فيوتشر عشان يتقاهل لازم يفوز. كان قبل ما تتحسب النقاط الثلاس لنادي فيوتشر آآ آآ اللي هي اللي احنا قلنا عليها في الحلقة السابقة امام كان آآ موقف ان نادي العكس ان يحتاج التعادل او الفوز آآ من اجل التأهل. دلوقتي لا. يحتاج لا بديل عن الفوز من اجل التأهل. ونفس الكلام بالنسبة لنادي الجيش الملكي. اللي صاحب العشر نقاط آآ المتساوي مع نادي فيوتشر وبالنادي فيوتشر هو اول مجموعة الان. لو نادي آآ 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 فاز على نادي فيوتشر ونادي الجيش الملكي اتغلب من نادي اسكو دقارة فبالتالي نادي فيوتشر ونادي بيرامز يتأهلان معا الى آآ دور التمانية. فبالتالي آآ من مصلحتهم ان التلات نقط يتخصموا من نادي فيوتشر ولكن الاتحاد الافريقي آآ آآ رد وقال ان موقف اللعب سليم فبالتالي اصبح ترتيب المجموعة هو آآ نادي فيوتشر آآ مركز اول آآ او اول مجموعة برصيد عشر نقاط آآ نادي آآ الجيش الملكي آآ في المركز التاني برصيد عشر نقاط ولكن فرق الاهداف لصالح نادي فيوتشر آآ نادي آآ في مركز التالت برصيد تمان نقاط ونادي اسكو ديكارة آآ في المركز الرابع بلا نقاط. آآ نتنقل الى موضوع آخر وهو الاتحاد الافريقي يعلم يعلن موعد بطولة كأس الامم الافريقية آآ في نسختها الاربعة وتلاتين اللي هتقام فيه كو ديفور آآ آآ الفين اربعة وعشرين هي طبعا هي بطولة دي اسمها كو ديفور الفين تلاتة وعشرين ولكن هي هتقام في شهر واحد الفين اربعة وعشرين فقال ان بطولة هتبتدي يوم آآ تلاتاشر آآ واحد آآ الفين اربعة وعشرين. والمباراة النهائية ستقام يوم حداشر فبراير الفين اربعة وعشرين. آآ عندنا النهاردة آآ آآ مباراة يعني آآ عاوزين نقول تحصيل حاصل كده في آآ دوري ابطال افريقيا ما بين نادي زمالك ونادي المريخ السوداني آآ في جولة الستة والاخيرة من دور المجموعات. آآ مباراة هتقام على استاد الكاهرة في تمام التاسعة بتوقيت الكاهرة. آآ المباراة دي طبعا خلاص تحصيل حاصل لان طبعا نادي الترجي ونادي شباب الوزداد تأهلان معا الى دور التمانية. آآ عندنا آآ في مباراتين في دور المصري. عندنا نادي فارق وحلاب نادي اسوان في تمام الساعة تساعة والربع بتوقيت الكاهرة. ونادي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري في تمام التساعة والربع بتوقيت الكاهرة. آآ دي كانت اخر حاجة معنا النهاردة. نلقاكم في حلقة جديدة من جوة جول مع يحيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.